موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة عيادة الصحة بالضمن نخبة من أفضل الأطباء المحترفين والمتخصصين نجاوب من خلال الحلقة على كل أسئلكم واستفساراتكم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم وهو موضوع مرضى القلب والمشكلات النفسية المصاحبة لها من خلال دفيل الحلقة من المتخصصين المتميزين معنا الدكتور مجدي أنور استشارة الصحة النفسية وتعديل السلوك أهلا وسهلا بحضرتك معي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك معنا كمان دكتور أحمد الوكيل مدرس واستشار القلب وجراحة الصدر أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا يعني وإحنا في الفترة دي ومن يعني كل العالم ابتدى يهتم بالعلوم البينية والدراسات التكملية ويمكن التخصصات الطبية من فترة يعني اكتشفت الموضوع ده أو يعني بالنسبة لها اهتمت به فابتدت تعمل التخصصات المشتركة يعني التخصص الخاص مثلا بالبطنة وأمراض الكولة الأطفال وهكذا كمان العلوم بقى المختلفة دلوقتي الكليات والمعاهد ابتدت تنشئ البرامج بتاعتها مبنية على التخصصات والعلوم المختلفة فالنهاردة عايزين نتناول مشكلات مرضى القلب واجراحة الصد وعلاقتها بالصحة النفسية وازاي يتم التعاون بين متخصصين المرضى القلب ومتخصصين الصحة النفسية وتعديل السلوك فنبدأ مع حالك وكده بداية أما بيجي يا دكتور أحمد أما بيجي المريض لحضرتك وهو بيشتكي ويقول أنا عندي مشكلة وحاسس أنه عندي مشكلة في القلب وهو ما عندهش المشكلة فحالك بتتعامل معه إزاي الموقف ده بنتشوفه بشكل متكرر فيه بيحصل في الكبار وبيحصل كمان في الأطفال الأطفال بيبقى الأهل قلقانين جدا بمجرد ما أي دكتور سمع صوت مش طبيعي على القلب أو بيسموه لغط أو عمل إيكو ولقى فيه ثقب في القلب ملي ولا اتنين ملي مش عامل أي تأثير على القلبه مش مؤثر على نشاط الطفل بيبقى مرعوب وجاي لنا العيادة بتاع جراحة القلب على أساس أنه هو محتاج جراحة قلب مفتوح برضو السماع من الناس أحيانا بيخال المريض يتخيل أن أي صوت بيلاه حل جراحة يعني ده ممكن يكون من البيئة المحيطة ومن بيسمعوا كلام بيخوفهم جامد فلما المريض بيجيلك بص عليها تلاقي الطفل مش محتاج جراحة الأهل مش بيصدقوا أنا فكرت مرة طفل جايلي مصدقش بعدتوا الاستشاري قلب مصدقش بعدتوا للجامعة صدق راح عمل إيكو تاني عند حد مختلف عن الناس دي قالوا لأ ده فيه صغب ولسه صغب مقفلش رجع مرعوب عاد اللفة دي كلها تاني وهو مش فحتاج حكي طيب وإحنا في بداية الحلقة بنقول أهمية العلوم التكاملية وفي الحقيقة يمكن ده ظهر بره في استراليا وأوروبا مفيش حد بيشتغل لوحده ولازم يعني المريض يمر بمراحل قبل ما يروح للتخصص فهل حق مؤمن بهذه الفكرة أنها يعني تتم هنا عندنا في مصر هو فكرة أن القلب يبقى فريق دي فكرة بقت قديمة إحنا بقالنا أكتر من عشر سنين دخل مفهوم فريق القلب أو ما يسمى في الدراسات باسم الهارت تيم والهارت تيم يعني قد يبدو للبعض أنه هو أطباء يعني طبيب قلب وطبيب جراحة القلب مع بعض يأخذه قرار هو في الحقيقة مش الأطباء بس يعني إحنا في الميتنج بتاع الهارت تيم ده دي يبقى جراح قلب طبيب قلب وقسطرة طبيب رعاية مركزة طبيب الأشعة رئيس التمريد الدور رئيس التمريد الرعاية العلاج الطبيعي والصحة النفسية والتغذية العلاجية كل دول لهم علاقة وثيقة بمريض القلب ومهم بالنسبة للمريض أن كل هذا الفريق تعاون من أجل صحة مهم جدا وبرضو كل حاجة حتى قد يبدو مثلا أن غريب إيه علاقة الأمراض النفسية بصحة القلب إيش جاب دل ده في الحقيقة أن لها علاقة وثقة جدا 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 وعدد مش قليل من المرضى بيكون تحسن الحالة أو عدم تحسنها نتيجة أساسية لما سيتم عمله من قبل استشاري الصحة النفسية نيجي بقى العضو الفريق دكتور مجدي الدكتور أحمد حول لحضرتك هذه الحالة اللي جاية ورأسها وقال في سيف أنها عندها مشكلة في القلب ولازم تتعالج منه يعني نفسرها إيه من ناحية النفسية وإزاي نعمل تعديل سلوكك لها بحيث أنها تقبل هذه الفكرة هو حلو قبل لما بيكون طبعا التيم متكامل زي ما الدكتور أحمد بيتكلم بيبعد أمر مهم جدا لما بيجي أصلا حد بيبقى موهوم عنده أهم المرض أو مش مصدق الدكتور فلما بيكون فيه أصلا فريق دكترة فدوات بيدي ثقة أكتر جدا لهذا المريض طبعا إحنا دورنا لما بيجي حد عنده المشكلة دي أنه الدكتور قلب بيعرضه علينا بيقول أن دوات عنده مشكلة النفسية لأنه مش مصدق أو متخوف سواء إن كان عنده توحم المرض أو إن كان عنده فعل المرض ومحتاج إجراحي أو علاجي يعني الحالة دي في الأول توهم حالة التواهم يعني هي حدت الفوبيا من المرض أصلا في كل الأحوال سواء إن كان دوات يعني فوبيا حقيقية أو فوبيا وهمية اللي اتنين متاحين توهم المرض في حد ذاته مشكلة في أوقات كتير حد متوهم المرض ومعندهوش المرض زي ما الدكتور أحمد بيقول وفي حد عنده المرض ومتوهم زيادة قوي بسبب المرض والاتنين دول محتاجين دعم نفسي طيب نستكمل الدعم النفسي بعد فاصل قصير ونرجع تاني مع دكتور أحمد الوكيل ودكتور مجدي أنوار أعزائي المشاهدين أهلا بيكم مرة تانية بنجدد لكم التحية من برنامجكم عيادة الصحة ومعانا دكتور أحمد الوكيل مدرس واستشاري القلب وجراحة الصدر ومعانا دكتور مجدي أنوار استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك وبنتكلم عن الصحة النفسية لحالات مرضى جراحة القلب أهلا بيكم مرتين دكتور أحمد وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن الدعم النفسي لمرضى المصابين بالوهد هو هنا دور الدعم النفسي أصلا أنه بيساعد المريض أنه بيبتجي يفكر بطريقة مختلفة بطريقة إيجابية سواء كان عنده وهم المرض أو إذا كان هو فعلا متخوف من وجود عملية أو حاجة زي كده فإحنا بنساعد المريض دوت بحيث بنطمنه بنفهمه أبعاد العملية طبعا لما يكون كمان فيه تواصل ما بين الصحة النفسية وما بين الطبيب اللي بيعمل العملية في الوقت دوت بيحصل بينهم اللي بيقدر يوصلوا المفهوم للمريض أنه إيه المشكلة وأبعادها قد إيه فمن هنا بنقدر نساعد المريض أن الحالة اللي هو قال لك الدكتور عليها وخصوصا إذا كان تيم من الأطباء زي ما كان دكتور أحمد بيتكلم هنا الكل بيكون برأي واحد فهنا المريض بيلاقي أن فيه مادة ثقة ومصدقية للكلام لأن اللي سامعه هنا هو اللي سامعه هنا المشكلة الحقيقية بقى لما بيكون المريض دوت بيروح عند أكتر من دكتور وكل دكتور بيقول كلام مختلف فهنا بيحصل المريض أصلا إضطراب نفسي بيخاف دي مشكلة تانية وبتواجه كتير من المرضى بالزبط بيفقد الثقة والمصدقية بالزبط طيب قبل ما حاكمت استكمل الجزء ده دكتور يعني بتقبلنا مشكلة وهي مشكلة الإيمان زي ما بكتور أحمد قال كده بفكرة العمل الفريقي وخاصة مع الفريق الطبي يعني أما المريض يروح لطبيب متخصص في المشكلة الطبية اللي عنده والطبيب يقول لنا ههديك لمتخصص في الصحة النفسية فعلى طول هيقول وأنت شايفني مجنون يعني فحالك بتستقبل الفكرة دي إزاي وإزاي أساسا بتقنع المريض أن مش لازم تروح عند استشاري صحة نفسية تبقى عندك خلل أو عندك مرض مجنون يعني عايزين نغير الفكرة دي إزاي الحقيقة فعلا فيه دايما كان انطباع يعني قديم قوي عن أني أي حد مريض بيروح عند دكتور نفسي فده مريض بس إحنا فيه عندنا لبس بين حاجتين بين تعديل السلوك وتعديل السلوك هو مبني على تغيير الفكر فالأجزاء اللي هي اللي فيها بيكون حالة فوبيا حد خايف من شيء فده مش حالة مرضية لأنه هو مش واصل لمرحلة مرضية فوبيا مرضية لكن هو عنده بس فكرة غلط فهنا حتة الصحة النفسية أن أنا بقدر أعالج أو أساعد الشخص دوه من خلال تعديل السلوك اللي هو تغيير فكره بيفكر بطريقة فأنا بيغضح له الأمر بمنظور تاني هنا لما بيكون طبعا الكلام متوحد ما بين الدكاترة التيم اللي بيعالج وما بين الأخصاء النفسي هنا بيقدر يكون بيوصل له المعلومة بطريقة صحة فلما بيكون فيه تواصل بيني أنا وبين الدكتور بطريقة مباشرة بيقولي فيه المشكلة الفلانية أنا بعتها لك فأنا ببقى فاهم منه أبعاد المشكلة إيه وأبعاد الشخص اللي جاي ده إيه وده أهمية التواصل والتكامل ما بين الفريق ناخد اتصال من أستاذ أحمد بن دمياط أهلا بك عليكم السلام أهلا بك اتفضل سؤالك يا أستاذ أحمد حابب تسأل تسأل إيه معانا يا أستاذ أحمد طبعا بنوجه عناية السادة المشاهدين إننا بنستقبل كل اتصالاتكم للإجابة عن أسئلكم واستفساراتكم على تلفون البرنامج الموجود على الشاشة اتصال أستاذ أحمد مقطع ولكن ما زلنا في انتصال اتصالك مرة أخرى أستاذ أحمد نرجع تاني معلش أخذ محاكي الكلام وأرجع لدكتور أحمد أنه في نفس الإطار دكتور أحمد إزاي بتبقى الطريقة والأسلوب اللي بتوجه بيها المريض أنه يقبل فكرة أنه هيروح للطبيب أو استشالي صحة نفسه حاجتين أول حاجة لازم أكون واضح مع المريض وأمين في نقل الجزء العضوي من المرض اللي هو مدى إصابة القلب قد إيه هل في إصابة أصلاً ولا لأ الإصابة دي حجمها قد إيه إيه الحلول الموجودة ليها الأعراض اللي ممكن تنتج من الإصابة دي إيه طب أستأذينك ناخد الانتصال ونستكل مرة أخرى أو أستاذ أحمد عشان ما ينتظرش على التليفون أهلاً بيك مرة تانية أو أستاذ أحمد ماذا يا دكتور بقولك آآ عندي ضمور في الأعصاب ضمور في الأعصاب آآ بس يعني عندي آآ بالنسبة للشام بيجيلي بتاعات كده نفسي بيضع شوية كده بمفجعة كل معرأة كده من الدمار دي الأعراض طب سؤال حضرتك سؤال حضرتك إيه يعني عايز تعرف الأسباب أسباب الأعراض دي أعراض الأسباب آآ يعني مثل من القلب من إيه بالضبط يعني آآ حركة عملت طب أسيب بقى دكتور رحمد يسأل حركة بمتخصص أفضل هو ليه حركة فكرت إن القلب حركة قلت أنت عندك ضمور في الأعصاب والأعراض اللي عندك دي أعراض شكلها ليه علاقة بالأعصاب فليه حركة فكرت إن التعب دي يكون من القلب هل حركة عملت أشعة أو تحليل معينة وعملت صورة دم جانلة وعملت إشعة على أسباب وكده بس آآ يعني عند ضمور في الأعصاب يعني عملت إيه كو على القلب؟ آآ كنت عملت إشعة تلع فيها حاجة؟ لا ما كانش كان فيه بس آآ بس في الرحى كده بس آآ أستاذ أحمد السؤال بتاع حركة سؤال واسع جداً وكون إن فيه ضمور في الأعصاب ورد جداً يكون هو بشكل أو بآخر هو سبب كل القصة اللي عنده حضرتك حضرتك محتاج إن طبيب قلبي يشوف حضرتك ويفحصك كويس عشان يقدر يحدد هل فيه إصابة أصلاً في القلب ولا لأ ولا الموضوع كله من الأعصاب آآ ويقدر يحدد كمان حضرتك العلاج المناسب آآ إذا حضرتك تحب تتواصل معنا إحنا بشكل مباشر يعني حضرتك لو عملت بحث على الإنترنت على اسم دكتور أحمد الوكيل جراحة القلب والصدر هتقدر توصل لنا سواء على الواتساب أو على صفحة العيادة ممكن نجاوب على كل ناسيات حضرتك بعد من شغل في العصاب وممكن ياخد تيفون من كنترول شكراً على اتصالك وستاذ أحمد ونتمنى دايماً تتواصل معنا نرجع تاني نذكر أحمد الوكيل فأول حاجة المريض يفهم بأمانة ويحس إن الدكتور صادق معاه إنه شرح له طبيعة الجزء العضو من المرض في أوقات كتيرة بيكون التعب لا يتناسب مع المشكلة العضوية الموجودة يعني مثلاً تلاقي يعني عفواً مقطعاً يعني المريض جاي لحضرتك بيقولك أنا عندي قلب وعندي مشكلة زي أستاذ أحمد كده فحضرتك بتقوله أنت ما عندكش حاجة وكمان بتقوله روح لطبيب نفسي أو استشاري نفسي هو مش بقوله ما عندكش حاجة بقوله الظاهر في الأشاعات عندك ما يشرحش كل التعب ده يعني مثلاً ممكن يكون مريض ما بيقدرش يطلع دور التعب اللي عنده يخليه يطلع طبعاً تدور ويتعب مش دور واحد طب إيه اللي يخليه تعبان قوي كده أحياناً بيبقى عنده نسبة من الاكتئاب أو الخوف أو الرعب أو القلق من حاجة تانية أو الوهم أو الوهم هو اللي محطم قدرته على التعامل أو مزود الأعراض زي مثلاً ممكن أنه واحد يشتكين قلن في صدره لمجرد أنه تخانق مع حد أو زعى شوية فلازم أنا أوضح له الجزء العضوي بعد ما عمل الفحوصات والأشعة واتطمن بيها والفحص الطبي الدقيق ليه خلاص ما فيش حاجة عضوية طبعاً ده يختلف تماماً عن مريض بحط السماعة على صدره بسمع مثلاً صوت لغط على القلب لا ده في حاجة في الصمامات لازم الأول يحس أن فيه اهتمام بالحالة يعني لازم أنا أشوف الحالة كويس وبعدين أوري المريض أن أنا فعلاً مهتم من فيه لو فيه عرض فعلاً ومعاه حاجة طبية تأكد العرض ده أمشي وراها وبعد كده نعرف حجم الإصابة العضوية قد إيه وبعدين أبين له أن فيه جزء عضوي وفيه جزء غير عضوي الجزء غير العضوي ده وده المدخل اللي حركة حركة مهمة تروح لطب يعني الاختصاصي السلوك النفسي والنفسية الصحة النفسية طيب حضرتك بيبصلي باستغراب يعني أنا جالك بالقلب بإعلقة صحة النفسية فلازم فهموا أن السلوك بيأثر على القلب قدرتك على التعايش واستقبال المرض لها علاقة بسلوكك ولها علاقة بإدراكك الطبيب النفسي مش بيعالج مرضى نفسيين لا هو بيعالج ناس طبيعيين مش قادرين يتعاملوا مع الواقع الموجود أو مع الظروف المحيطة فهو بيساعدك أن أنت تعرف تتعامل صحة زي يعني أنا عندي مريضة كان مشكلتها كلها أنهما نقلوها من القسم اللي هي فيه لقسم تاني المعاملة فيه وحشة وبدأت تدهورها وقلة أكلها وتعابها كله من ده بمجرد ما بدأنا نشتغل معاها شوية ونوضح الأمور ديت ونعلمها إزاي تتعامل مع الوضع الجديد في القسم الجديد إعادة حسن جدا فهو مش كل العلاج لازم يكون دوا بس ده مهم يبقى إذن المدخل أن المريض لازم يفهم أن فيه أمور أخرى بتأثر على الصحة وهي مرتبطة بعوامل كتيرة ممكن تكون البيئة ممكن تكون السلامة النفسية دي بيبقى لها نعكسات على الصحة وعلى المرض فمدخل مهمه وما محتاجين فعلا أننا يعني نعمل دائما على التكامل ما بين الصحة النفسية وصحة الإنسان بصفة عامة نرجع تاني دكتور بقى للصحة النفسية في الحالة دي اللي هو حالة الدكتور بقى أحاول لحاك الحالة اللي خاصة بأن عندها وهم وهي ما عندهاش حاجة وحاك المفروض يعني هتعمل لها دعم النفس لحاك قل تعليم فمعظم برضو احنا بنصحح مفاهيم عند الناس معظم مفاهيم عند الناس أن طبيب أو استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك فقط هو يعني بيخلي المريض يعمل إفراغ وجداني أو يتكلم فهل هو ده العلاج الوحيد ولا فيه يعني إجراءات متخصصة وفنية للتعامل مع حالة الوهم لا طبعا فيه إجراءات موجودة الحقيقة لإني زي ما كان الشيء الدكتور أحمد بيتكلم أوقات كتير الشخصية اللي كانت بيتكلم عليها واحدة تعبانة ودي أساسا الحالة النفسية عندها تعبانة هي مضغوطة نفسيا حصل معها موقف معين اتأزمت نفسيا فنتيجة التأزم النفسي اللي قد بيحصل عندها نوع من الإطراب النفسي فبتيجي ضربات القلب بتزيد فتلاقي نفسها الحركة بتاعتها مش قادرة تكون زيادة عندها حالة من الاكتئاب الاكتئاب ده مسبب لها تعب عضوي بحيث أنه مش قادرة تبزي المجهود فكل دي حاجات بنسميه إحنا المرض السايكوماتيك اللي هي النفس الجسمية فحاجات نفسية بتكون بتأثر على حاجاته عضوية فلما الشخص دوت بيبتدي نفسيا يرتاح ويهدى ويعرف أبعاد المشكلة بالنسباله فإحنا دورنا إن إحنا بنبتدي نفحص المشكلة مع المريض على أرض الواقع فبنشوف إن المريض بيفكر بطريقة معينة ومضوط بطريقة معينة في اتجاه معين فبنبتدي إحنا نعدل سلوكه بحيث يفكر بطريقة مختلفة فبدل ما هو كان محصور في المشكلة بنتبتدي نحوله إنه هو يتحصر في الحل بتاع المشكلة لما بيبتدي يتحصر في الحل بتاع المشكلة فبيبتدي أوريدي التعب اللي كان بيعانيه في الوضع الأولاني يبتدي التعب ده يبتدي يقل بالتدريج فحالته الصحية بتتحسن جنب حالته النفسية طيب عايزين نفك إشكالية برضو دكتور هل يفضل إن البداية تبقى من عند حضرتك ولا البداية تبقى من عند دكتور أحمد بمعنى إن الطبيب أما ييجي عنده مشكلة طبية ودخل العيادة فاللي يستقبله الأول حد متخصص في السلامة النفسية ويعمل له فايل ويسأله ويعمل له دراسة وبعدين يحوله للطبيب المتخصص ولا هو يروح على طول على الطبيب المتخصص ولو شاف إنه ممكن يكون فيه النفس الجسمية مرتبطة بالموضوع يحوله لحضرتك فإيه الأول حول لحضرتك هو لو المريض عنده يقظ أصلا واخد باله إن التعب بدأ منين هيلاقي نفسه إنه هو تقزم وبعد ما تقزم ابتدى يشعر بالتعب فلو المريض عنده يقظة وفي وقت ما تقزم وقت ما شعر باكتئاب وقت ما شعر بضغط نفسي وقت ما ابتدى يشعر أن الضغط نفسي بدأ يتسبب له في ألم وواجع احنا مش عايزين نعتقد على وعي المواطن لا دي نقطة مهمة برضو عشان الناس بتجهل الصحة النفسية بتجهل تعديل السلوك فأنا بدي هنا حتة اليقظة لأهمية الصحة النفسية وتعديل السلوك فلو الشخص دوت أو المجتمع عندنا عموما عنده إدراك بالجزئية دي أول ما يلاقي نفسه مضغوط نفسيا يتوجه لتعديل السلوك والصحة النفسية يا دي رسالة تواعية من ممبر إعلمه لو عملت كده مش هيحتاجه يروح للدكتور لطبيب لو ما انتبهش يبقى طبعا الشيء الطبيعي هيدخل على طول على الطبيب الطبيب بقى لما بيكون هنا برضو عنده يقظة وعد زي دكتور أحمد بيبتدي يوجه المريض تاني يقوله أن انت مشكلتك محدود ده قد كده كنحية طبية بس مشكلتك قد كده في الناحية النفسية فبيبتدي يرجعه هنا مرة تانية طبعا لو كان فيه تكامل بقى بين الاثنين يعني ان الاثنين متوجدين في باكات واحد وده يمكن في شكل مؤسس طبعا ده بيبقى أوقع وأفضل جدا البداية تبقى منين في الوقت دوت المفروض المريض بيعمله هنا يعني application بتجي اي بتجي يقول ايه مشكله وبنان عن المشاكل دي بيدخل للجزء النفسي الأول وبعد كده بيدخل للجزء الطبيب على طول بالزبط كده بالزبط فهنا بيبقى الجزء النفسي بشتغل أنا عليه ببقى عارف مشكلته فين فأنا نفسي حتى بوجهه للطبيب بقول له للتأكيد بقى انت محتاج الدكتور عشان يعمل شوية تفحصاته وتعاليل والكلام ده فيبتزي معه في إجراء طبي اسمح لي يا دكتور أحمد يعني أسأل حالك سؤال يعني يكون عند حالك رحابة صدر شوية إن كتير من المرضى بيشتكوا أساسا من الأطباء إنهم مش بيستحمدوهم ومش بيسمحوهم وبيسمعوهم وبتنرفزوا عليهم يعني ما احترامي أحيانا ممكن تلاقي الطبيب هو اللي عايز دعم نفسي فنتعامل إزاي مع مشكلة زي كده حالك بتقول الطبيب أحيانا محتاج دعم نفسي وطبيب كتير بيكون محتاج دعم نفسي لأن ضغط الشغل بيبقى كتير جدا نتيجة للنقص الوعي عند المرضى أحيانا بيكون ردود فعلهم غير لائقة شوية فده هو الطبيب الآخر إنسان طبعا مش مفروض يسمح لمشاعره إن هي تعدي لمت معين ولكن صابعنا مش زي بعضها النقطة التانية إن لو المريض حس إن طريق التعامل للطبيب معي مش مناسبة يعني مش مضطر إنه يكمل يعني عفل حق مش معي إن أي مريض في حالة مرة واحدة كده حسنه في خطر ونمعرض للموت وعنده ضغوط مالية وعنده يعني أشياء أخرى محدش يعرفها وحاس بهذا الخطر وإن المرض يعني بيقربه كتير قوي للموت فحالته النفسية فتبقاش كويسة ففي بعض الأمراض منها أمراض القلب بالذات يعني المرضى أكيد بيتعرضوا لهذه الضغوط اللي هي برضو لها أثار جانبية على حالته أساسا فهل يعني طبيب القلب ما بيبقاش فيه الإعداد المهني فيه القليات الطب جزء خاص بإزاي يتعامل الطبيب مع الحالات النفسية للمرضى لأنه زي ما الدكتور كده ما قال إنه جزء كبير من علاج بيبقى نفسي والحالة المعنوية بتفرق كتير مع المرضى فهل الطبيب بيبقى على دراية دا وهل فيه جزء من إعداده المهني مرتبط بإزاي يتعامل مع المشكلات النفسية لطبيب المريض القلب طب هو دا سؤال جميل جدا الإعداد المهني للطبيب من أيام الكلية وإحنا بندرس صحة مجتمع وبندرس أمراض نفسية وبندرس الأمراض النفس الجسمية اللي هي أن المريض ما عندوش حاجة وبيشتكي من أعراض بندرس طريقة التعامل مع المرضى بندرس الأداب المهنة وأصولها بندرس طب شرعي كل دا موجود ضمن إعداد الطبيب بعد ما نطلع في الامتياز المفروض بيبقى معنا استشاريين وناس كبار بيعلمونا بشكل عملي على المرضى نفسهم إزاي نتعامل معهم وإزاي نطبق دا في الواقع ونتكلم مع المريض إزاي ويبقاش مطلوب مننا في المرحلة دي لن نتدخل مع المريض ولا ننعلمه إحنا مطلوب مننا مجرد أن نتعامل معه نكسر الحاجز اللي ما بينك أنت كطبيب وما بينك مريض المشكلة الحقيقية بتنشأ لما الطبيب بيتخصص كم العلوم والإجراءات اللي المقفروض أن الطبيب يعرفها بالإضافة للحاجات دي في كل التخصصات بقى عالي جدا الضغوط اللي تحط من طوارئ وضغط في الأمراض القلب والدخول الرعاية مركزة أسطارة عمليات قلب مفتوح 3-4 أيام مش بالنام مع مذاكرة مع امتحانات مع شهادات مصرية مع شهادات أجنبية بيبدأ دماغه تتميلي بالتخصص بتاعه وبما أن البني قدمين مش زي بعض فطريقة استقبالنا ومحجم المعلومات اللي إحنا حنحتفظ بيه من القديم مع الموجود جديد ما إحناش زي بعض طب أنا ننصح المريض بإيه دايما بيكلمني مريض طب قبل ما حاجة ننصح المريض معلش فيه نقطة مهمة عايز يعني حاجة توضحها لي وهي مرتبطة بالجزئية الخاصة بأن الطبيب نفسه بيقع في ضغوط كتيرة جدا وخاصة طبيب القلب من التخصصات اللي فيها أزمات كتيرة بتنعكس على الطبيب نفسه لأنه دايما بيتحط في مواقف إن المريض اللي مستلمه ممكن يستلمه صاحي يطلع مش صاحي فأهل المريض بيعملوا ضغوط عليه وهو بيبقى مستعد لمواجهة هذا الموقف سواء ذاتيا إن المريض طلع من تحت إيده مش صاحي أو إزاي يواجه ويبلغ قصرة المريض ففي بعض المستشفيات الكبرى والمؤسسات الكبرى بتهتم بالنواحي المعنوية قوي لفريق العمل وبتوفر لهم بيئة تخفف من الضغوط دي وبحيث إن هم يتعملهم استرس سواء توفر لهم صلاة ألعاب حاجات خاصة بالراحة أوقات العمل رعاية طلطفية فحك يعني شايف أهمية الموضوع ده بالنسبة للطبيب هل له جدوى ولا لأ وهل إحنا بننفزه ولا لسه بدر يعني عادينا في هذا الموضوع؟ خلينا نقول إن الطب عبارة عن منظومة كاملة يعني من ساعة ما المريض بيدخل ده بالمستشفى موظف الأمن اللي بيتعامل معه موظف الريسيبشن المريض بيتعامل معه دول لحد الطبيب جوه نايم على سرير شكله عامل إزاي وعنده تكييف في قط ولا نايم في الحر كل ده بيفرق على أداء كل فرد في المنظوم مشكلة الطب في مصر إن الإمكانيات المادية مش قوية فإنت تحتاج إن أنت تهتم بحاجات لازم تختار بتلاقي نفسك إن أنت كمدير من منشأة طبية محتاج إنك أنت تختار في منظوري أنا في الأماكن اللي أنا قدرت فيها برامج جراح للقلب والصدر كنت بهتم جدا برؤية العاملين معايا العاملين دول قصد بيهم أطباء وقصد بيهم تمريد وقصد بيهم عمال وموظفين ليه المريض والخدمة اللي احنا بنقدمها وده بيستلزم قدرات في حل الصراع وقدرات في التردية وقدرات في التفاوض مع الناس دول لإنه كل واحد ليه حقوق الحقيقة مش دايما بتقدر تديها لكلها نتيجة للضغوط المادية ولكن فيه مؤسسات يا فندم بتوفر ده برغم من كل الضغوط وبتدي أثار كواسية يعني مثلا هنلاقي المؤسسات الكبرى على سبيل المثال اللي تعرف أهمية البيئة المحيطة على الأداء فنلاقي البنوك الشركات الكبرى بنلاقي الأشجار الزينة في كل مكان الونيفورم الديكور التقديم الخدمات للعمليين الموظفين ما هو بكان بس عشان عارفين إنها مهمة وحنا كلنا عارفين إنها مهمة إحنا كأطباء عارفين إنها مهمة بس أنت كطبيب ما منتم مش مثل الحركة اللي قلتهم دون كلهم اللي بيصنع القرار هو اللي فقيته الفلوس فهو يقدر يصرف على القرار اللي هو أخده الأطباء يعني في أوقات كتيرة بنكون بنختار ما بين إن إحنا ننام وإن العيان يتعمل وده بيحصل في الجامعة كتير في أوقات كتير إحنا بنطلع فلوس من جبنة عشان نعمل عملية فلما يكون هذا الوضع موجود ده الفرق بين الواقع والمقمول يبقى المقمول إننا المريض يبقى فيه رعاية ليه نفسية وده مش عين بنحاول نعمل كده يعني إحنا في الجامعة بنحاول إن إحنا نعدل الجداول بنحاول إن إحنا ندي انتيازات للناس وهي بتشتغل عشان نهدلهم الدنيا بس عشان نوصل لإن البيئة تبقى بيئة مثالية للعمل الموضوع محتاج تكاليف مادية كبيرة دايما لما بتبقى هي قصاد إن المريض هيتخدم زيادة فبتتحط الأول كل التكاليف الممكنة لخدمة المرضى وكتير في الأوقات في المؤسسات مش بتكافي في مؤسسات بتبقى قادرة إن هي تعمل ده عن طريق إن هي عندها دعم كبير والحقيقة في مؤسسات طباية في مصر فيها الخدمات دي الحقيقة بس عشان تقدر تقدم خدمة بقى للمريض المريض بيبدأ يشتكي إنها خدمة غالية خدمة غالية لإن هي مصروفة عليها كويس طيب نرجع بقى لرأي الصحة النفسية إيه وجهة نظر الصحة النفسية في البرنامج المفروض يبقى متوافر في المؤسسات وخاصة مع الناس اللي بتشتغل في ضغوط وأزمات مستمرة ممكن تنعكس على حالتها النفسية زي الأطباء وخاصة الحالات الحرجة زي تخصص جراحة القلب الحقيقة أنا عايز أقول معلومة مهمة لنا كلنا ما فيش حد فينا مش محتاج أصلا تعديل سلوك وصحة نفسية رعاية نفسية ده المفروض الحقيقة يتوفر في كل المؤسسات لكل الفئات يعني لو حررتك كنت بتكلم عن أستراليا دول برة مهتمة قوي بالجزء النفسي فأنا عايز أقول لني برة ما بينفعش حد يعني يفوت وقت أكتر مثل من ثلاث شهور لست شهور لازم يكون عند الدكتور نفسي فده مش متوفر عندنا دي من ضمن الثقافة اللي أتمنى طبعا تتوجد في مصر لأن لو تواجدت الثقافة دي معظم الناس اللي بتمر بضغوطه طبعا الكل بيمر بضغوط هيتلاقي الضغوط بتخفى عندهم نتيجة أنه فيه دعم نفسي متواصل مستمر فأنا لما بيجيني حد أنا متابع معايا فأنا عارف حالته إيه وعارف إيه ظروفه ومشاكله ودنيته لو استمر الشخص دوت معايا على فترات طويلة مع الاستمرارية أنا فاهم هو واصل لفين ووجوده معايا باستمرار والمتابعة أنا قادر أوصل يعني هو واصل لأنهي مرحلة فالكلام دوت لو توفر لنا في مصر بصفة عامة وده يعني أتمنى طبعا يحصل في مصر والنهاردة مصر بلد مش صغيرة المفروض يكون بجد فيه اهتمام جدا بالجزئية دي طيب قبل ما نستكمل ناخد اتصال من وفاء من أسيود السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام إذاك يا دكتور أهلا بيك معاكي دكتور أحمد ودكتور مجدي سؤال حضرتك أي دكتور فيه؟ حضرتك قولي السؤال وإحنا نجاوب عليه إحنا الثلاثة دكتور أحمد السكر وعايزة أعرف إيه الخطوات اللي أمشي عليها بحيث أن أنا أحافظ على القلب آه ده كده علاقة الأمراض البطنة بالقلب طيب دكتور أحمد بقى هو سؤال جميل وكويس أن حضرتك منتبه بنشكرك وتابعينا من خلال الشاشة كويس أن هي منتبهة أو يقظة زي ما الدكتور مجدي كان بيقول أن السكر بيأثر على كل الجسم في الحقيقة مش القلب بس ومرض السكر هو مرض الأوعية الدموية الصغيرة يعني حتى لما كانوا في الكلية بيقولوا لنا يا جماعة لما تيجوا تفكروا في السكر ما تفكرواش أن ده مشكلة أن السكر عالي لأ فكر فيه مشكلة في الأوعية الدموية في المخ في العين في القلب في الكلف في الرجلين في كل حتى يبقى بالتالي البداية أن لازم السكر يكون مضبوط والبداية أن أنا أتعامل مع طبيب سكر شاطر ولو لقيت أن أنا بعد شهرين ثلاثة سكري مازال مرتفع أعلى من متين في أي وقت يعني بعد الأكل بساعتين بيعدي المتين ده المفروم أعلى للمستوى يعني ياريت ناخد رأي تاني لأن أنا بيجي لي مرضى قاعدين سنين مع أطباء معينين بيتعالجوا معهم أو الطبيب بتاعهم اللي كان كويس ميشي فراحوا لحد مش متخصص قوي فبقت السكر بتاعهم مش مضبوط إيه ما قلت يا دكتور أن السكر بيأكل شرائين هو بيأكل شرائين الجسم الجسم كلاما السكر لما بيبوز لما مريض السكر ده عنده مشكلة أنه مستوى السكر عليه في الجسم فالسكر بيمسك في مركبات تانية ويبدأ يرسبها فبدا المصورة ما هي كده تبدأ المصورة دي تتسد من جوة تتسد 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 فتنتهي من المصورة فعليا حجمها كده وبيعمل جلطات انسدادوا يعني ديقوا بعدين جلطا فدي البداية النقطة التانية المهمة جدا أن كتير مع لخبطة السكر دي بيكون عندهم نوع من أنواع الحزن والاكتئاب ودول مهم برضو لو بدأت تحس أنها عندها ضغوط نفسية لأن أحيانا كتير السكر بيكون أصلا نتيجة لأنها عندها اكتئاب كتير وبتشيل في نفسها وده اللي احنا بنقول عليه الصحة النفسية وده مهم بقى وده في حتى حاجات كتيرة يعني قوة الكلمة يعني كلمة بتطلع إنسان وكلمة بتنزل إنسان وكلمة بتنجح حد بتساعد في نجاح حد وهكذا والدابي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكبوا الناس في النار على وجوههم إلا حصائر ألسنتهم فهو دي أهم حاجة اللسان هو ده أهم البني آدم عبارة عن لسان القوة ما لقسد أقوى الزكاء ما لقسد أقوى لكن الفرق عشان كده نقول كلمة كويسة نشجع مهم جدا تحكيز المعنوي كل ده له انعكاسات كويسة على الصحة والحياة اللي إحنا عشانها ما فيش حاجة سمعت تستخدم إيدك في التفاهم هو التفاهم ببعض عن طريق اللسان فالكلمة مهمة جدا الحاجة التانية الصحة النفسية الحاجة التالتة الانتباه المبكر للأعراض يعني أنا مثلا بدأت أنهج أروح لدكتور السكر بتاعي أول أنا بدأت أنهج هو هيقيم الوضع هل الموضوع دوت نتيجة إن السكر عالي وعادة طبيب السكر بيبقى متابع الضغط كمان وعادة بيكون ضبط الضغط إذا الضغط التاحة مرتفع لازم تروح لطبيب قلب يزبط لها الضغط لأن أحيانا بيكون اتفاع الضغط ده نتيجة لمشاكل أخرى زي الكلا مثلا تمام وأحيانا بيكون حاجة محتاجة بس علاج الضغط وخلاص إحنا بنقيم الكلام فهنعالج السكر هنتأكد إنه مفيش اكتئاب أو حزن أو أحيانا المريك بيقول لك أنا ما عندهش اكتئاب أحيانا بيبقى مشكلته في حياة الفكر هو طول الوقت دماغه شغالة بيحلت مشاكل وهمية طول الوقت الآن من اللي هيحصل بكرة طول الوقت فلان كلمه كلمة فالكلمة إزاي تقالي كده خصوصا السيدات دي قالتلي دي كان قصدها ده كان قصده والموضوع ده ياخد ضغط عصبي كبير جدا عليها أنا حس ده كتير جدا فبحاولي فاهمهم إن إحنا لما بنقول ضغط نفسي أصدنا كتير بيبقى الفكر أنا بأكد على حراك إن الفترة دي فات شاهدنا حالات كتيرة من الآباء يعني ارتكبوا جرائم منها يعني حاجات شنيعة من خدم صعبة بسبب الوهم فيه سببين دلوقتي السبب الأولاني طبعا الضغط النفسي فيه سبب تاني مهم جدا إن إحنا عندنا زيادة في إدمان المخدرات من 2011 عدت الست مرات لحد الوقت يعني لو كان فيه واحد في المية مثلا مش عالف النقام بالزبط بقوا ستة فالرقم الزيادة الرهيبة دي البني آدم اللي بياخد مخدرات ده بني آدم غير واعي وغير متحكم في قراراته فهو يبيتحول من إنه إنسان لإنه ماشي بغرسته بس الإنسان يتميز به ما يسمى بالهاير كنترول أو التحكم العلوي أو إنه يقدر يحط فرامل كده طبيب القلب أخذ التخصص بتاعك ما هو إحنا بنجتهي يا فندم في الجزء الإدمان ده لأن كتير بيقولنا لا كتير بيقولنا واخدين حقا في الوريد في الصمام بتاع القلب السباسي بيبوز وبيقولنا تصرفاتهم صعبة هتحطوا في الرعاية هيقوم يشتم ويدرب الناس الموجودين لو ما خدش الجرعة بتاعته اللي بياخدها المشهد المشهور بتاع الفيلم الكوميدي أرجوك إديني الجرعة لو ما خدش الجرعة هيبقى صعبة بنفس المنظر الكوميدي يعني الإدمان له علاقة ده شديدة شديدة بقى إينا نشوف شرايين القلب بسبب الحشيش نعم هنعمل اتنين مرضى قلب مفتوح تلاتين سنة تدخل تفتح الشريان الشريان من جوا منظره صعب مريض السكر حسن منه والمريض اللي عنده 70 سنة حسن منه الشريان من جوا منزق من الحشيش طيب نرجع تاني لدكتورنا دكتور مجدي واحنا بنتكلم لدكتور مجدي عايزين يعني نساعد الفريق الطبي المتخصص اللي بيشتغل في الحالات الحرجة والأزمات أحيانا بيبقى فيه مدارس مختلفة مرتبطة بموقف إن فيه خلاص المريض راح عمل التشخيص بتاعه وبعدين الطبيب القلب قال له عارف إن عنده القلب وعايز يبلغهم ففيه أطباء بيبقى عندهم مدرسة إنه يقول مباشرة أنا لازم أواجه المريض وأقول له الحالة اللي عندك بالزبط أنت عندك واحد دين ثلاثة وفي المرحلة الفلانية ولازم تعمل كذا وفيه مدرسة بتقول لا ده أنا كده لو قلت له هيجيلي أصلا سكت قلبيه وهيفكت حياته فأنا هلطف الموضوع وهقول له الموضوع بطريقة بسيطة وهقول له أنت ما عندكش حاجة وإنت كويس وإحنا بس عايزين نعمل مش عارف كذا لكن يقول له أسرته فحاك شايف عايزين نساعد الطبيب في القرار الأفضل في مثل هذه الحالة طبعا المصدقية بتاعت الطبيب مهمة جدا ده أول حاجة لكن هاخد برضو رأي حاملتك بس ناخد رأي رأي التخصص ناخد التخصص سلام النفسية شكرا لكن إزاي أقدر أوصل للطبيب الأمر ده بالوضع بتاعه هنا بقى محتاج سياسة إزاي أقدر يعني أخذ المريض ده بالتدريج بحيث أقدر أقنعه وأفهمه إن أنت في مشكلة عندك والمشكلة دي محتاجة علاج العلاج ده اجتازه كذا حد قبل منك ونشكر ربنا النتائج كانت كويسة جدا وإنت إن شاء الله الدنيا هتبقى كويسة خليك كده متفائل وخليك حد مؤمن كده وواصق في ربنا وواصق في الطبيب بتاعك إنه هو كمان فاهم لأن الطبيب مش وحده ده معه فريق عمل شغال والكل أجمع على الفكر ده فده بيطمن المريض المريض دايما الجزء النفسي لما بتتعامل معه أصلا لو أنت عصابك ريئة أو هادية ومبتسم كده وبتكلمه ببساطة وبتبسط له الدنيا هيتقبل الأمر ببساطة دايما الرياكشن لو رد الفاعل بتاع الشخص اللي بيتكلم عليه عامل أساسي في التعمل طول ما أنت بتتعامل مع اللي قدامك يعني بطريقة هادية الثالثة بتوضح له الأمر بهدوء وبتسمعه وبتتكلم معاه وبتتناقش معاه وبتتحاور طبعا الطبيب مش هيقدر يعمل دوت لكن إحنا بنقدر نعمل ده فبنبتجي سنة بسنة نفهمه أبعاد الدنيا بالنسبة لك إيه لغاية ما بنقدر نوصل معاه يلا كده ربنا معاك كده إن شاء الله لنت هتعمل العملية وأنا برضو هكون جنبك والدكتور فلان معاك هيتلاقي الدنيا بالنسبة له بإيه أفضل لأنه هو حسنه مش وحده دايما الإنسان بيدور مين حواليه بيسنده بيدعمه فلما بيلاقي الدعم دوت كدعم نفسي ودعم معناوي وناس فعلا واصق فيها هيكون متقابل وضع بطريقة صحة لو إحنا دكتور أحمد بنشتغل فريق حقاك في الحالة دي حقاك عرفت إن هذا المريض محتاج لتدخل جراحي حقاك اللي هتبلغه ولا هتحيده للخصائي النفسي أو للأستشاري النفسي ولو حقاك اللي هتبلغه هتبلغه بالطريقة المباشرة إنت عندك واحد دين ثلاثة ولجب تعمل كذا ولا هتبلغه بطريقة اللي هي غير مباشرة هو السؤال جميل جدا وحقاك أنت قلت سؤال جميل برضو في الأول هبلغه أصلاً ولا هبلغه بإيه وهبلغه إزاي بيجي لي مرضى كتير أقول الله إحنا إيه قلتنا إنا أنت هتعمل أسطرة وهتحط دعامة وإنهم بتقولهش خده نيمه وعمله عملية كان ده مرفوض مرة حد عمل كده في المستشفى والمريض صحي بعد العملية خف ولقى جرح في سيده جانهر أبيض على التعامل في العين بهد للناس كلها هو عنده حق آه هو عنده حق ليه عندي خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة عندي خبرة وعندي علم إيه أنت هتبحك عليه يقول لي صحيحة إيمال ممكن نرفض العناك هو أنا هعرف مصطح لك أكثر منك طيب يبقى دي أول نقطة المريض لازم يتبلغ النقطة التانية هبلغه مين هيبلغه استشاري جراحة القلب أب ما يبقى استشاري جراحة القلب كان طبيب كان طالب وبعدين انتياز وبعدين أخصائي وبعدين بقى استشاري في المراحل دي كلها هو بيفهم عقليات الناس يبتعامل معها طبيب اسمه عندنا في العرب اسمه حكيم هو ليه حكيم لأنه عنده حكمة في أنه يفهم ما وراء الكلام يعني أنا فرق كبير جدا من مريض داخل بيدحك علي ومريض داخل بصص في الأرض ووشه رسم التميج يعني بقه عامل الساد فيز ده لا أنا أول ما مريض بيخش عليك أول ما بدأت تدحك بدأت تكسر خوفها منك بعد ما بتبدأ تدحك بتبدأ مش هتدحكها وتمشي تدور على المرض أنت زعلانة ليه ده أهم عندي أنا هعرف هي عندها من مجرد مقرأ الورقة تمام أنا هي زعلانة ليه أهم من هي عندها ومفهم كان عندي مريض أربعين سنة ومفهم خايف جدا من الجراح قعدت أتكلم معي جيت بسلم عليه لقيت إيده بردة وعرقانة وهو ببص على إيده التالية قتت تترقش مبدأين ده مش هعمل عملية أنا مش هعملك عملية في وضع ده وأنت مش صح هتخش كده بس أنا ما قلت له شكلت إيه عمالك أنت خايف إيه قال له هنعمل الجراح ما نعمل الجراح إيه اللي حصل يا يعني هتبقى صعب من غيرها مش حاجة بتخف الحمد لله بس سبك من الجراح هو أنت ألآمن إيه هو أنت سمعت أنها قبل كارب عملية أخوه كان عملها ومعداش وأخوه الثاني عملها ومش كويس وأخته مركبة دعبات والعلاد كلها عندها المرض ده فهو مش مصدق إنه 40 سنة وجل التعب ده فخايف يبقى زيهم وإنه يبقى زي أخوك كبير للمعداش بمجرد من تعرفت السبب بقيت قادرة تتعامل معها طب أحوله لأخصائي نفسي في هذه المرحلة مش صح ليه؟ هو هيتحول بس مش في هذه المرحلة مش في هذه المرحلة في أي تدخل طبي لا خالص هو هيروح له بس هو الآن يبدأ يبني علاقة ثقة معي فلازم أستغلي علاقة الثقة دي نكسر خوفه من المرض أنا كأخصائي هو يروح للأمراض النفسية هيقولك يا عم هم مش عارف حاجة عن الجراحة لازم أنا أقوله إن انت مشكلتك سهلة وحلها بسيط ما تخافش منه وفي مضاعفات طبعا يا عم طبعا أنت الطريق تلمح وإلى اللي عددت في مضاعفات طبيب إنه ما بيقبلش فكرة الفريق العمل وخاصة من التخصصات غير الطبية أنا أكتر واحب بيقبل الفريق العمل ولكن زي أي دواء إنت لما حداك بتيجي تاخد دواء مش ليه مدة أو لك تاخده خمس تيام عشر تيام التدخل ليه وقت ما ينفعش أحوله الأمراض النفسية أو الخصائي نفسي يتفاهم معاه للصحة إلا ما يكون هدي من ناحية المرض بتاعه وإلا ما هو الصحة النفسية اللي هتهديه اللي هتحضره اللي هيهديه يعني أنا متخلن حاك تقول إيه لا أنا حاولي لدكتور مجدي أقوله أحضر للمريض طيب أنا هقوله حراك حاك نحن ما اشتغلنا إدمان اشتغلنا مع فريق الأمراض النفسية عشان هما اللي بيشتغلوا إدمان فقعدت معاه فسألت رئيس الفريق بقى إدمان بيجي لعينين كتب منظر ده أبعتهم لك قال لأ ما ينفعش مش هقدر على كله طب إيه الحل قال لي ابدأ معاه ابدأ معاه اكسر الأول حدة الموضوع اتكسرت حدة الموضوع ده والأمور مشت حوله لي بعدها مش نافع خالص ده مش هامل عملية أصخلي بالك من حاجة لو أنا بخبرتي في تخصصي فشلت النقنعه على مستوى العقلي هو بقى فيه جزء اين فيه جزء عقلي إنه هو خايف من معلومات عنده من المرض وفيه جزء نفسي مرمي ورا ده اللي هو الضل بتاع ده لو أنا معرفتش عن طريق خبرتي في تخصصي إن أنا أطمنه إن يعني حداك عربيتك بايزر والمطور خلاص حيتغير مشكلة كبيرة وحتدفع فلوس كتير لو المتخصص في ده ما فاهمكش إن المطور ده النوضوع سهل والمشكلة دي مش هترجع وعن حلها مش تقص على حاجة تانية بعدها بقى تروح إذن لطمنك إن احنا هنعمل لك الشغل كويس نقول إن دكتور أحمد الوكيل مؤمن بفكرة الفريق تماما طبي وخاصة من غير أخصات الطبية بس كوح لدور يعني ناخد بقى كلمة أخيرة من دكتور مجدي ونقول رسالة إلى المشاهدين ورسالة إلى الأطباء أهمية الصحة النفسية على صحة الجسم أهمية الصحة النفسية هي أساس كل حاجة عايز أقول إن أصلا مريض القلب عشان يوصل لمريض قلب لازم يكون عنده أصلا مشاكل نفسية يعني ضغوط النفسية أصلا الاسترس بيعمل أصلا ضيق في الصمام مع الوقت ده علميا فهنا كل ما بيكون الإنسان نفسيته سوية نفسيته رضية نفسيته هادية وبيتعام مع الأمور بطريقة سالسة وهادية كل ما كان صحته أصلا بتبقى أفضل الإنسان يكون دايما يعني متعرض للاسترس كتر الاسترس بالنسبة له بيوصله أصلا لحالات من الاكتئاب لحالات من الضغوط النفسية وده بيتأثر على كل أعضاء الجسم هيبقى المشاكل بقى مشاكل القلب بصفة خاصة زي ما بنتكلم النهاردة هيكون القلب بيتأثر أصلا بالسبب ده الجزء اللي تكلم فيه دكتور أحمد في الآخر إنه هو بيقول أنا مش هبعت للأخصائي نفسي أو للشاري النفسي أنا مش مختلف معاك في الجزء دوت إلا بعد ثانية واحدة لإني حضرتك قلت نقطة مهمة قوي لو جالي من غير ما يتطمن على العملية أنا مش عارف أنا نفسي أطمنه فبس هو يمكن ما قدرتش يوصل المعلومة إذن التعاون ما بين التحصصات المختلفة في إطار تحقيق الهدف مضبوط شيء لغنا عنه وده مفهوم العمل الفريقي العمل الفريقي ومجموعة من التخصصات المختلفة التي تجتمع حول هدف معين وغياب أي تخصص منها يؤثر على تحقيق الهدف ومن هنا بندي الرسالة لكل المتخصصين في المجالات الطبية إن التعاون والعمل الفريقي هو هدف مهم وأساس للنجاح نشكر دكتور مجدي مجدي أنور استشارة الصحة النفسية وتعديد السلوك شكرا جزيلا شكرا لخضر أستاذ المشاهدين بنشكر دكتور أحمد وكين مدرس واستشارة قلب وجراحة الصدر شكرا جزيلا شكرا جزيلا أعزي المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا وبنشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا